بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم بقناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم على التلات رؤى. اه لو شفناه في المنام نعرف ان ان شاء الله في اه علاوة شأن لنا في مكانة في سلطة نحصل عليها في آآ حكم هيكون كلمتنا مسموعة آآ هنتكلم بشكل عام على اهم من الاموز اللي بتدل على علاوة شأن. اول آآ رمز او اول رؤية معنا هي آآ رؤية الامامة. لما شوف الرأي نفسه انه بيأم مجموعة من الناس في الصلاة. آآ سواء كان رجل او كان آآ امرأة. فرؤية الامامة في المنام من الرؤى المبشرة بعلوة شأن للرأي كمان بحصوله على مكانة وعلى مكانة مرموقة هيحصل عليها بين الناس. آآ كمان رؤية الامامة من الرموز اللي بتدل على تحمل مسئولية وعلى قيادة وعلى كلمة مسموعة آآ آآ كاب او كآآ ام. آآ كمان آآ لما شوف الرأي نفسه انه بيأم مجموعة كبيرة من الناس. فدي من الرموز اللي بتدل على مكانة وعلى سلطة وعلى منزلة آآ كبيرة يمكن آآ آآ يحسد عليها. آآ كمان احيانا الامامة من الرموز اللي بتدل على رعاية آآ آآ ايتام او آآ تولي آآ آآ مسئولية مجموعة من الافرد. كمان الامامة آآ برضو من الرموز دي المرأة برضو من الرموز اللي بتدل على سيطرتها وعلى آآ آآ قدرتها على اتخاذ آآ 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 وعلى حكمتها آآ كمان من الرموز اللي بتدل على آآ آآ علو شأنها وحصلها على مكانة آآ مرموقة. لما تشوف المرأة المتزوجة ان هي بتئم آآ آآ زوجها في اللامنام. فآآ آآ من الرموز اللي احيانا بتدل على ان هي آآ هتقوم بآآ آآ رعاية مادية او آآ آآ ادارة آآ شؤونهم. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على ان هي هتكون ليها آآ آآ مكانة وهيكون آآ كلمتها آآ مسموعة وكمان هتكون آآ يعني هتاخد قرارات آآ آآ حكيمة وهتكتر تسيطر آآ آآ على حياتها بشكل عام. الرؤية التانية او الرموز التاني آآ برضو من الرموز اللي بتدل على علو شأنه هي آآ لما شوف الشخص نفسه انه فوق قمة جبل. الوقوف فوق آآ قمة الجبال في المنام من الرموز اللي بتدل على رفع وعلى مكانة وعلى علىه ولي للرأي. كمان من الرموز اللي بتدل على آآ آآ علىه وشأن بين الناس. كمان من الرموز اللي بتدل على مدد الهي او آآ عاون آآ điه الرأي من قبل آآ سلطان او من قبل آآ حكيم. آآ برضو آآ اللي قمة الجبال من الرموز برضو اللي بتدل على علاو شأن زي ما قلنا وكمان على آآ الرأي من ادارة شؤون حياته آآ بشكل عام. كمان لما يشوف انه آآ جالس فوق آآ قمة الجبل فبرضو آآ من الرموز المبشرة للرأي بوصوله لهدف بوصوله آآ لي آآ طموح كان دايما آآ بيسعى انه آآ آآ يحققه. كمان الجلوس على قمة الجبل من الرموز اللي بتدل العلان الرأي هيتقرب آآ من شخص آآ زوء آآ منصب او لي شأن آآ كبير. آآ كمان رؤية الجبال بشكل عام برضو من الرموز اللي آآ بتبشر الرأي بالعزة بالرفعة بآآ بمنصب رفيعة يحصل عليه بسلطان آآ كمان من الرموز برضو المبشرة للرأي آآ بتحقيقه لهدف او تحقيقه طموح. يمكن بعد تعب او بعد مشقة لما يشوف انه هو كان بيصعد الجبل. الرؤية الثالثة معنا او الرمز الثالث هي آآ رؤية لبس التاج في المنام. اولا لبس التاج او رؤية التاج بشكل عام من الرموز اللي بتدل على السلطة وعلى حكمه وعلى قوة. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على الغنى وعلى الصراء. كمان من الرموز اللي بتدل على السلطة وعلى رفعة وعلى جاه. آآ على مكانة كبيرة هيحصل عليها الرأي بين الناس. آآ كمان لبس التاج من الرموز اللي بتدل على القرآن الكريم آآ او على علم هيحصل عليه الرأي. آآ كمان آآ لبس التاج في المنام برضو لبنت العزباء. بشارة بتحقيق هدف ليها وتحقيقه عن آآ قريب. كمان بشارة ليها بتوليها منصب بتوليها مكانة. آآ كمان آآ لما تشوف انها لبس تاج آآ في مجوهرات او في آآ آآ زهب. كل دي بتدل على آآ سلطة وعلى آآ آآ مكانة. كمان التاج من الرموز برضو المباشرة ليها بالزواج والزواج من شخص ليه مكانة وليه آآ سلطة. آآ كمان المرأة المتزواجة برضو لما تشوف التاج وبردو من الرموز المباشرة ليها آآ بزرية كمان من الرموز المباشرة ليها بآآ آآ حصولها على آآ سلطة على جاه على منصب آآ برضو من الرموز اللي بتدل على الغنى وعلى آآ 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 اموالها تحصل عليها آآ كمان لما تشوف انها لبسة آآ تاج آآ وشكله حلو في المنام فتستقرار في حياتها الزوجية آآ كمان لبس التاج برضو من الرموز لو كان الشخص آآ سجين او مقصور او كان غايب في آآ في شخص غايب فمن الرموز اللي بتدل على رجوعه او على فك آآ 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 كمان آآ لبس التاج المصنوع من الورد فبردو دي من الرموز المبشرة آآ آآ بفرحة وي آآ بسعادة كمان آآ بي آآ كدوم آآ خاطب آآ آآ زي ما قلناه بكدوم آآ فرحة آآ ده كده باختصار اهم الثلاث آآ رموز لو شفناهم في المنام فنبشر بآآ مكانة نبشر بسلطة آآ نبشر بجاه آآ بتمنى ان يكون الفيديو عيابكم لو في اي سفسار او سؤال اكتبوني تحت وانا ان شاء الله هردت عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة